أهلا بكم من جديد تلك القارة التي فيها بلادنا وعلى ظهرها امتداد تاريخنا ومن أمطارها تأتي مياه نهرنا وفي أقطارها تكمن فرص استثمار ثرواتنا وخبراتنا يوم شاهدين كرام بعض من أجواء كتاب رحلة إلى مهد البشرية عن مركز نهر النيل للطبيب والكاتب المصري الدكتور رشدي يوسف كتاب يحكي عن رحلة إلى جمهورية تنزانيا الإفريقية قم بها الكاتب في طري مهمة عمل دامت أربع سنوات عين خلالها مكامن الجمال وسخاء الطبيعة وسماحة البشر في هذه الرقعة من الكرة الأرضية للحديث بالتفصيل عن هذه الرحلة ينضم إلينا من العصمة المصرية القاهرة الدكتور رشدي يوسف سيد الفاضل أهلا ومرحبا بك في برنامج دفاف شكرا لك على قبولي الدعوة بداية هل لك أن تقربنا أكثر من أجواء الرحلة من خلال عنوان الكتاب رحلة إلى مهد البشرية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة وأود أن أوضح أن كلمة مهد البشرية المقصود بها أن تلك الأرض هي من شاهدت التحول الأول نحو النوع الإنساني وهناك وجدت أقدم البشر حينما قمت بزيارة مدحف التاريخ الطبيعي في تنزانيا وجدت أو فاجأني أنني وجدت هيكلا عظميا لنوع بشري يعود إلى 2.5 مليون سنة مضط فوقفت أمامه منتهشا متسائلا ما هي التعريفات التي وضعها العلماء للنوع البشري هل لك أن تحدثنا أستاذي الفاضل عن فكرة هذا الكتاب كيف جاءت فكرة إعداد هذا الكتاب يتساءل القارئ ويتساءل أيضا المشاهد كيف كانت الفكرة المنطلق هل الفكرة قبل السفر أم بعده الحقيقة أنا كنت كاتبا في مجلة آخر ساعة المصرية والتقيت بالأساس صلاحيس رئيس تحرير الفاهرة كنت أكتب عنده أحيانا فنصحني أن أكتب عن تنزانيا فبدأت أخربش في الموضوع ونشرت مقالات متناثرة ثم جمعت ذلك في كتاب حكيت فيه قصة الدهشة والأسئلة التي صرأت على ذهني حينما قمت بزيارة هذه الدولة وما فاجأني فيها أنها كانت مهدا للنوع الإنساني الأمر الثاني أنني حينما قمت بزيارة إلى جزيرة زنزبار وجدت أجودا عربيا طاغيا وأظهلني أنني أتحرك داخل أجواء عربية وهناك قصور عربية وحكام عرب يلبسون العمامة العمانية وقصائد متح كتبت فيهم ومشاهد تاريخية لا تملك تقريبا جزيرة زنزبار من المشاهد السياحية إلا ما يرتبط بالوجود العربي واكتشفت أنني لا أعرف شيئا عن هذا الموضوع فأعدت قراءة التاريخ تنزانيا وأعدت كتابته حيث أنه لم يكن مكتوبا بشكل كامل فلم لمتم من المصادر التاريخية وأعدت كتابته يبقى الآن عندنا موضوعان أدهشان في تنزانيا الأولى هي التطور النوع البشري وتعريف الذي استلخ عليه العلماء للنوع البشري الشيء الآخر هو زنزبار والوجود العربي المحسوس فيها ثم إنني اكتشفت أن الوجود العربي امتد إلى موزنبيق من بندر عباس إلى موزنبيق امتدت الأمبراطورية العمانية لكي تسيطر على كل هذه المناطق ثم إن اللغة المتداولة هي لغة تحتوي على أكثر من 60% مصطلحات عربية هذا التاريخ كان مجهولا بالنسبة لي وهذا ما يعني عملته بحثا عليه طوال السنوات الأربع حتى انتهيتوا إلى هذا الكتاب الذي بين أيديك طبعا هذه الرحلة التي امتدت أربع سنوات من عام 2004 إلى غاية 2008 هي رحلة الطبيب المصري طبيب الأمراض الصدرية لن نسألك عن هذا الاختصاص ولكن سنغوص في العمق عما يختلج في نفسك انطلاقا من هذه الرحلة ما هي أهم المحطات التي استوقفتك دكتور رجدي في رحلتك لتنزانيا وأخذت حيزا مهما في كتابك الجزء الأول والأهم أنني وقعت على أن الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا استطاع أن يقيم علاقة مع الطبيعة وأنشأ أدوات عمل وهذا مصطلح عليه العلماء فإذا ما تمكن من أدوات العمل ومارس عملا فهو إنسان الأمر الثاني أن العمل الإنساني هو عمل ضد الطبيعة بمعنى أن كل الكائنات القوية تعيش في إطار الطبيعة إن وجدت الماء والكلأ أكلك وشربت وإن لم تجد ارتحلت بحثا عنه أما الإنسان فهو الذي يكتشف القوانين والمعاني والذي يعني يحفر الأرض والذي يستخرج ما في باطنها أي أنه يتحدى الطبيعة أو يوظفها لمصلحة ذلك هو التعريف الإنساني الأمر الثاني أنني اكتشفته أن الأفارقة قوم شديد السماح شديد المودة بمعنى أنهم يعني من ألطف خلق الله وأنهم يعني يتعاملون بمنتهى المودة مع الغنيب ولم أكن وقعت على هذا المعنى من قبل الأمر الثالث أن إفريقيا زاخرة بالسروات وزاخرة بالمعاني الأمر الرابع أن سخاء الطبيعة كان سبب في تخلف هذه الملاطق وطبعا أنت دكتور رجدي صلت الضوء ليس فقط على سخاء الطبيعة لم تركز فقط على المعادل الموجودة في هذا البلد في تنزانيا ولكن عن معادل أو على معادل الناس والبشر أبناء هذه المنطقة طبعا هذه الرحلة وإن دامت أربع سنوات إلا أنها من خلال كتابك رحلة إلى مهدي البشرية فيتعود بنا إلى قرنين من الزمن مئتي سنة من الوجود هل يمكن تصنيفه واعتبار ما دونته في كتابك هذا رحلة إلى مهدي البشرية ضمن أدب الرحلة أستاذ رشد يوسف هو بالتأكيد من أدب الرحلة هو بالتأكيد بس هو الحقيقة أن الإنسان يرى بعقله بمعنى أن المشهد يرىه أكثر من إنسان لكنه ترجمة المشهد بتتفاوت من مؤلف إلى آخر لأنك ترى بعقلك وحينما يكون العقل قادرا على النفاذ إلى العمق فإنه يكون أكثر إسراءا للقارئ نعم نشكرك جزيلا شكر الأستاذ والدكتور رشدي يوسف طبعا أنت تشتغل في الحق الثقافي والأدبي بالدرجة الأولى واختصاصك الأصلي طبيب أمراض صدرية شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة برنامج ضفاف كنت مباشرة معنا من القاهرة